طيب على مستوى منتخبنا النهاردة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا بيختار قائمة المحترفين إن شاء الله في الأجندة الدولية في أكتوبر النهاردة أعلن البرتغالي روي فيتوريا القائمة الأولية لطبعا المعسكر القادم في أكتوبر إن شاء الله بإذن الله اللعب المحترفين اللي هنضموا للمعسكر المكرر إن شاء الله من فترة من 9 إلى 17 أكتوبر إن شاء الله في مباراتين في مباراة أمام زنبيا ومباراة أمام الجزائر يوم 12 و16 على التوالي في طبعا مدينة العين بالإمارات على ملعب هزاع بن زايد شهادة القائمة عودت طبعا محمد النني لعب الأرسنال بعد طبعا غياب فترة للإصابة عودته تاني ونقول له الحمد لله على السلامة نني وزي ما حضراتكم عارفين الفترة اللي فاتت كان أنني ما كانتش متواجد ولكن أنني كان موجود طبعا منذ ولاية المباراة بلجيكا حضراتكم عارفين في نوفمبر الماضي كانت المباراة الأخيرة لي وهي المرة التانية اللي ينضم فيها للمنتخب خلال عهد المدرب روي فيتوريا القائمة كمان زي ما بقول له حضراتكم 11 لعب محترف يا رب بزيادة يعني 11 يبقى 12 و20 و25 عايزين في يوم من الأيام كده وأنا بقول لكم القائمة أقول لك 25 لعب محترف من مصر في قائمة المنتخب القائمة طبعا على رأسها النجم الكبير محمد صلاح عند محمد النني تريزيجي طارق حامد كوكا ومصطفى محمد عمر مرموش وحمدي فتحي محمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي حضراتكم عارفين المنتخب طبعا كل دا في خلال استعدادات ولمنافسات كأس طبعا الأمم الأفريقية في ساحل العاج 20-24 إن شاء الله في مطلع الموسم أو السنة اللي جاية إن شاء الله شكرا شكرا